اشتركوا في القناة السلام عليكم متابعوه شخص خياطة وتفصيل كديري اللباس إليكم كانت تمنى تكونوا بألف خير وبصحة جيدة إن شاء الله في الفيديو اليوم سوف نرى طريقة تفصيل وخياطة هذا الموديل سوف نقوم بتصميمها في القطع سوف نقوم بتصميمها بوحدة وزوينا بزداف كيف شجاية الموديل ديالها وبما اننا مقبلنا لشهر رمضان فبزاف منكم تجلبوا لي العبايات نكتر من العبايات وعجبني تصميم هذا بزاف بزاف نقدر إن شاء الله نخيطه ليا وذلك ساعة نديرو لكم على التوب سوف نشرح لكم الطريقة سوف نحتاج الى 3.5 متر و 1.5 متر و 1 متر سوف تجلبوا هذا القطع من الأحسن تحديد المتر في الأول لكي لا تضخش نوع التوب هو التوب الخمارات توب ريحانة أو الكريب مهم لي في الصورة هذا التوب ريحانة فيه ثلاثة الأنواع فيه السميق و فيه الرقيق و فيه المتوسطة أي ملأة توب أو التوب الخمارات سوف نشرح لكم الأنواع أول شيء سوف نأخذ بعد أن تكونوا حيتوا المتر القطعة سوف تبقى لكم 1.5 متر سوف تتنين 1.5 متر سوف تتنينها على 4 سوف تتنينها على 1.5 متر سوف تتنين 1.5 متر سوف تتنينها على 2 سوف تتنين 100 سنتين سوف تتنينها على 4 سوف تتنين 50 سنتين فالربوع سوف تتنين 50 سنتين في كل ربوع سوف تتنين في الدورة كاملة من الأسفل 1.5 متر سوف تتنين سوف تتنين و سوف نفصل العبية سهلة عادية نضيف نضيف كثير عن مقص الكتف و ندخل بثمينية سنتيم نزل بثمينية سنتيم نضيف و نقص التركيز و نقسم على اثنان و ندخل بثمينة سنتيم الح supposedly لو لا تدخل به بعض دوء نضيفه تركيز بالكتف مع هنا يف Spaß ارتفع ذلك الحيزان نضيفه підصع هذا الم Mickey نق�서 وضيفل عرض الحيزان وضيفه وضيفه و نضيفه بخط و نضيفه و نضيفه مع طول العباية و الارض سوف تضيفه و نضيفه و نضيفه و نضيفه بخط و نضيفه بخط و نضيفه و نضيفه و الظهر و نضيفه مع طول العنق و نضيفه الامام و نضيفهوجود و نضيفه مع طول العجم في طول العنق و ضيفه و نضيفه سوف نضيفهم حتى نتقذ الأكماية نضيفهم مقاس المسدودي و نقوم بـ 13 سنتيم من қسم 3 سنتيم نضيفهم 2 سنتيم في 4 سنتيم و سنتيم و نضيفهم ڤا نضيفهم نقص القيمة للمرض نضع طول 3 سنتيم سنتيم الخياطة و 1 سنتيم العطفاء نضع العرض نضع هذا نصح القيمة نقص القيمة لذا كنتيم فصل القيمة سنضع القيمة وقوم بإستخدام القيمة أو الورق الجرائد سترسموا عليه نفس العبارة التي سنتقلتها العباية سترسمونه كما ترسمي وبالترسمي وقوموا عن الجرائد ترسموه ومن بعد تحلوه ترسيو بحاله اكده او لا تخذو العباية ديكو وتضعوه فوق الورق ديال البطخو او لا فوق الورق الجرائد تعودو ترسمو الطول ديال العباية وكل شيء اذا كتاخذو كتجول هناك تحددو الارتفاع ديال الحيزان ها هو هذا هو الارتفاع ديال الحيزان كتاخذو كتجول من هنا بحال هكده وكتشيو شخط مستقيم واحد شوية ما يلفوق يعني مقوص تجيو بحال هاكده وكتهبطو حتى الهنا كتخلي وغي واحد عشرين سنتيم هناك وكتهبطو بحال هاكده كتجيو الهنا المنتصف ديال الكل العنق وكترسمو خط بحال هاكده وكتجيو الهنا هذا المقص ديال الكاتف وكتهبطو حال هاكده بخط بحال هاكده كتجيو الهنا كدلك يعني المقص ديال الحيزان في الجهة الاخرى وكتهبطو بخط وكتهبطو بخط وكتجيو الهنا كدلك يعني غط نزلو عثني واحد شوية وكتهبطو بخط بحال هاكده كتقطع هاد الجزء هذا من هنه هذه الموقع من مقصد اذا سوف نجتح له الشوية نساق نارضي المتر قوة نمسي المتر بمتر في طول 500 سنتيم و متر موسيق نأذي مصر نساق طول البنجة تلصق عليها دابا كن بدون نوسعو بحال هكذا بهذا الشكل هادا غير شوية تشدوها مقاع الجوانب باش منين جيو التراسيب يعني عيكون هادا هو التوب هادا الزيادة اللي زدنا هنية وما اللي غادي يعطونا هادا الكلوش سوفي غادي ناخد السميتو وغادي نتراسي بحال هكذا على التوب التباشير او اللبه زيدوا سنتيم ديال الخياطة بحال هكذا من هنا مخصني نمسعها بززاف حال هكذا حاولة تمشيوا في الخط ما يجيكم مش عوج بززاف سوفي اوكا تراسيوا من هنا يلكم اوكا تراسيوا العنق ديال هنا والجوانب وكتقطعوا سوفي تحيدوا هذا وكتقطعوا واندوز معاكم باش نريكم طريقة ديال الخياطة على التوب اذا انذا بغادي نشوفوا الطريقة ديال الخياطة ديال العباية اول حاجة كنا اخدو ذاك القياطة اللي فصلنا من الفوق ضروري مني تكونوا كتفصلوا على التوب ما تنسوش انكم تزيدوا السنتيمات ديال الخياطة ديال الخياطة وما تنسوش انكم التراسي وذاك العلامات اللي دغنا فيهم ذاك الفوتحة تراسيهم هنا وفي الكاتف وهنا وهنا ضروري لاننا فيهم غدي نديروا واحد البليات ايه البليات ديال نصف سنتيم تقريبا ماشي بزداف هما اصلا غدي يجيو بحال الكلوش بحال هكذا كتبتوهم بعضا على ما نخيطوهم بحال هكذا هنا ووحدة هنا على الحد ديال الكاتف ماشي باش قلت لكم غدي تزيدوا واحد سنتيمات على البطخون اللي فصلتوا عليه بحال هكذا كتبتوهم من بعد ايامنية ستحدد بالميكوت صفيت حال ستجي هذه الكاشكاشة وكتبتو هذه الكاشكاشة وكتبتو هذه السنتيم من هنا وانتناوها قلت لنا بنغيات السنتيم ولنزل وانتناوها تبتوه اولا ديال كنتخل كتبتوه اولا اخطتوه بحال هكذا إذن أول حاجة غدي نديره هي غدي ناخده الأمام هذا هو الأمام وهذا مثلا هاد القطعة غنخيطه مع الأمام بعدها هي اللولة هذا هو الأمام هذا الوجه دياله وهذا الضهر دياله غدي نجيبه الأمام وغدي نديره الضهر مع الضهر بحال هكذا بحال هكذا غدي نديره هذا هو الأمام هذا الوجه دياله ننقلبه من الداخل وغاد نديره الوجه ديال هذا القطعة هذي هكذا نديره هذي ندير التذيب غدي نحطه على الضهر ديال القطعة الأخرى يعني يكون هده هي الدهر وهذا هو الوجه هذه القطعة غدي نحطه على الضهر ديال القطعة ديال العبياء وغدي نخيطه وضع مدي ثابة بحال كذا زيال انقلبه legislative الل совершي تفايق لا ما نحتاجون ديولة تبطين لو لو بغيتوا تخيطوهم عادي ومن بعد تديروا التبطين كيبقى لكم الاختيار هنا دي طريقة أحسن بلا ما تقويوا يعني أصلا الكل غيجوا في جوج قيطعة وتزيدوا قطعة ديولة التبطين يعني بزاف هنا غلي تشدوا هاد القطعة هادي هنا باش تكونوا كتخيطوا في الماكينة غلي تشد لكم هاد القطعة هادي هاي هاد السنتيم اللي خيطنا بحال هاكتا صافي لكي تكونوا زيارتوا الغرزة غادي تتقلبوا غادي تسيدوا هاد البانقة اللي كتو شدين بها وغادي تتقلبوا هادي العباية كي تلكم دي الوجه ديالها وهذا الظهر ديالها قدرنا اللي قطعة الوجه ديال على الظهر ديال التوب باش منين نقلبوه بحال هاكتا الشيكي تتجي كي تجي كي يجي الكولم فيني وكي تجيها التانية هادي اللي غادي تتبريسها بالحديدة مني غادي تسالي ايدان من بعد غادي نخيطوا الكتيفين غادي نجيبوا الظهر ونحطوا الوجه على الوجه بحال هاكتا وغادي نخيطوا الكتيفين انتم كيف ما كتشوفون بعد ما نخيطوا الكتيفين بحالة الظهر مع ديال الامام كنحيضوا هاد البانقة هادي بشدينها بهذا هاة السنتيم هادا طبيعه الحال هادي غادي تكون تانية ديال سنتيم غادي تحدد بحال هاكتا بالمي كوات مع في المصبانة مني غادي تجيبوها و هات السنتيم كذلك إلا تشتو انها كترخف لكم حاولوا انكم تشدوها بالبانقة من هنا ومن هنا كاملة ومن هنايا وتعطيوها المو المصبانة بشي بريسي هاكم عادني تقدوها تقدوها على تحيدوها هاكتا ندير انا على تحيدوها البانقة اذا بعد ما كنخيطو هاد السنتيم كنجيبو بحال هاكتا و كنخيطو الأكمام الأكمام كنطوهم على الجوج كنحددو المنتصف كنحطوه هنايا كناخدو هانتما التركيز ديالذك القطعة و ديال العبايا و كنخيطو الجيهة الأولى بحال هاكتا و عاود كنخيطو الجيهة الثانية كنخيطو الجيهة الثانية قبل ما نجمعو من الجوانب ضروري هاد القطعة هادي ما تخيطوها من هنا تخيطوها من هنا قبل ما نجمعو من الجوانب بحال هاكتا قبل ما نجمعو من الجوانب 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 بحال هاكتا قبل ما نجمعو من الجوانب وبحال هاد الشكل هادا وتخيطو الجوانب و تدخلو هاي لانها قادر لكم كبيرة ولكن هي راغي كلوش قبل ما نجمعو من الجوانب و تخيطو الجوانب إذا كتشوفوا انها تعزي فيكم ذاكي القطعة الاحسن انكم تشدوها بالتبابيس عاد تخيطوا بالماكينة بحال هكذا انتم ما تشدو تلك الحيطة تعود تخرج لكم من جهة الاخر غادي تدخلوها بحال هكذا تقدوها بحال هكذا وغادي تخيطوا من الجوانب من بعد مني تقلبوك تلقاوها شتيك ويجبوا هكذا الكاشكاش انشتي ويجبوا هكذا الثانيات يجبوا زونين يبقى لكم فقط انكم 2.5 سنتيم والكل ديال امام يكون فيني فقط ديال الظهر كتديولوا فتحة ديال الظهر وبالتبطين ديالها غادي نخليعكم في صندوق الوصف سوف يقوم كتنيو هاد الدورة ديال العطفاء من التحت كتجي لعباية زوينة زوينة بزاف كنتمنى انها تكون عجباتكم وتكونوا استفتوا منها وما تنسوش انكم تخليوا لي تعليقات ديالكم وليجيم ديالكم مهمين عندي بزاف وكذلك تبرطجوا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناة اول مرة تزوروها وتفعلوا زير الجرس باش تبقوا وتوصلوا باي فيديو حطيتو بالنسبة للبناتلي ما كيتوصلوش بالفيديوهات حيدوا التفعيل ديال الجرس وعودوا فعلوه اشتركوا لكم الفيديوهات كان بغيكم بزبزة في امان الله ونطلقوا فيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء